الأسبوع الأول من حرب باربين هايمر نجاحات على قدر التطلعات وفيلم ساوند أوف فريدم يتجاوز المهمة المستحيلة في شباك التذاكر والتفاصيل في تقرير شباك التذاكر لأفضل عشرة أفلام لهذا الأسبوع بعد نزوله بخمسة أسابيع استطاع الفيلم الكوميدي No Heart Feelings من حجز مقعده ضمن أفضل عشرة أفلام لهذا الأسبوع بأرباح تجاوزت المليون دولار وبفارق بسيط استطاع الجزء السابع من فيلم الإثارة والمغامرة Transformers Rise of the Beats من الحصول على المركز التاسع بأرباح وصلت لي 1.1 مليون دولار أما في المركز الثامن فجاء فيلم Spider-Man Across the Spider-Verse بعد تحقيقه لأرباح كبيرة بلغت 375 مليون دولار حتى الآن وسابعاً جاء فيلم الرسوم المتحركة Elemental على الرغم من البداية المتعثرة إلى أن الفيلم استطاع هذا الأسبوع من تجاوز حاجز 300 مليون دولار في شبك التذاكر العالمي ومتراجعاً من المركز الثالث إلى السادس حل الجزء الخامس من سلسلة فيلم الرعب في أسبوع عرضه الثالث وبأرباح بلغت 6.5 مليون دولار تدور أحداث الفيلم حول جوش لامبرد الذي يواجه الشياطين الماضي بعد انتقاله مع عائلته لمدينة جديدة ليلتحق ابنه دلتن بالجامعة وبفارق البسيط احتل فيلم الإثارة والمغامرة على المركز الخامس وبأرباح بلغت 6.7 مليون دولار وبعد النجاح الكبير الذي حققه في أسبوعه الافتتاحي حل فيلم الإثارة والمغامرة Mission Impossible Dead Rocking في المركز الرابع وعلى الرغم من المنافس الكبيرة في هذا الأسبوع إلى أن الفيلم استطاع كسر حاجز المئة مليون دولار حيث تجاوزت أرباح الفيلم 118 مليون حتى الآن وبخلاف التوقعات استطاع فيلم الإثارة والدراما Sound of Freedom من حصد المركز الثالث وعلى الرغم من الجدل الذي أثاره الفيلم إلى أنه استطاع تحقيق 124 مليون دولار في شباك التذاكر العالمية بميزانية محدودة بلغت 14 مليون وفي حرب باربينهايمر استطاع فيلم باربي أخيرا من تصدر شباك التذاكر الأمريكي في الأسبوع الافتتاحي حيث جاء فيلم الحرب والدراما أوبينهايمر من إخراج المميز كروستفر نولن في المركز الثاني بأرباح وصلت لي 80.5 مليون دولار يحكي الفيلم قصة ملحمية حول الفيزياء الغامض والمرعب أوبينهايمر والدور الذي قدمه في الحرب العالمية الثانية والذي كاد أن يقضي على العالم وبنجاح كبير استطاع فيلم المغامرة الرومانسي باربي من تحقيق المركز الأول بأرباح قياسية تجاوزت 155 مليون دولار في أسبوعه الافتتاحي الفيلم من بطولة مارغو روبي وراين غوسلينغ وتدور الأحداث حول شخصية الدنيا الأشهر باربي التي تحاول إثبات نفسها في عالم وردي مليء بالمثالية كما ينتظر شبك التذاكر الأمريكي عرض مجموعة من الأفلام القادمة هذا الأسبوع من أبرزها فيلم الإثارة والرعب وفيلم ديزني هنطنت مانشن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر